من حدود قطاع غزة ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي زياد أهلا بك معنا نتابع معك آخر التطورات الميدانية تفضل في المشهد الميداني لم يتجدد بعد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية الواقعة على حدود القطاع لكن هذا يبقى منتظرا كما في كل يوم عمليا بالإضافة إلى ذلك هناك تكثيف للقتال في المحافظة الوسطى في المخيمات الفلسطينية أنصرات والبريج وأيضا في خان يونس وهناك قصف إسرائيلي متواتر أيضا في شرق مدينة غزة في الطيران الإسرائيلي يقوم بشن غراد بالإضافة إلى المدفعية الإسرائيلية التي تقوم أيضا بين الحين والآخر بإطلاق ذائف تجاه مواقع معينة في المحاور التي يتقدم فيها الجيش الإسرائيلي ماذا عن ما كشفته تقرير للجيش الإسرائيلي بأن معظم مقاتلي حماس ما يزالون على قيد الحياة بعد مرور مئة يوم على حرب إسرائيل على قطاع غزة؟ كيف انعكس ذلك على الداخل الإسرائيلي؟ طبعا هو ليس كشفا في الحقيقة الأمر كان معروف منذ البداية بأن أكثر من 80% من مقاتلي حماس لم يصابوا في هذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة هذا طبعا وقعه يأتي في إطار المزاج العام أيضا في الصحف الإسرائيلية الذي بدأ يشكك في إمكان أن تحقق إسرائيل أهدافها وخاصة الهدف المتعلق بتفكيك حماس والقضاء على الحركة كقوة عسكرية في قطاع غزة وهذا قد يؤدي أيضا إلى زيادة ضغط الشارع الإسرائيلي على الحكومة الراهنة كي تذهب إلى ربما ما هو أهم بالنسبة للإسرائيليين وهو صفقة تبادل كبرى مع حماس أكثر من 64% من الإسرائيليين وفقا استطلاع رأي في إسرائيل هاي يوم صحيفة إسرائيلية يقولون أن إسرائيل لن تحقق أهدافها هذا يدلل على أن هذا الشك بدأ يتسلل للإسرائيليين بعد مئة يوم كيف اختلف المزاج العام إذن زياد في الداخل الإسرائيلي بعد مئة يوم من الحرب باتجاه الضغط على نتنياهو وكيف يمكن أن ينعكس على مسار الحرب أولا هناك خلافات نعم هذا لا يؤثر كثيرا في مسار الحرب حاليا ولكن الخلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي بين نتنياهو وغالنت من جهة وأيزنكوت وغانس من جهة أخرى نتنياهو يريد الاستمرار في هذه الحرب حتى في القتال داخل قطاع غزة أسابيع طويلة فيما أن غانس وأيزنكوت يريدان على سبيل المثال الدخول فورا إلى المرحلة الثالثة إخراج معظم القوات من قطاع غزة وعمل جراحي أو محدد عند الحاجة كما يحدث في الضفة الغربية كلا الجانبين يتوافقان على أن ذلك قد يستمر مدة طويلة من أشهر إلى سنوات عمليا لتحقيق أهداف الإسرائيلية على مستوى الشارع الإسرائيلي رأينا بالأمس وأول أمس اعتصام من 24 ساعة شارك فيه أكثر من 300 ألف إسرائيلي عمليا كانوا يرددون الآن في إشارة إلى رغبتهم في صفقة تبادل فورية وعمليا لا يثقون في حكومة نتنياهو بأنها جادة في التوصل إلى صفقة تبادل أسرى حاليا طيب هل من تصريحات رسمية صدرت من الجانب الإسرائيلي بخصوص دعوة الصين لعقد مؤتمر للتهديئة في المنطقة وقاو أن كانت أصلا وجهة دعوة صينية لإسرائيل لحضوره لم يرد بعد أي تعليق رسمي في إسرائيل ولكن إسرائيل لن تتعامل بجدية مع هذا الموضوع وقد لا تتعاطى مع أي دعوات الآن لمؤتمرات دولية في الوقت الذي تجد فيه صعوبة في الاقتراب من أهدافها في الحرب الحالية هي تريد أن تركز على الحرب في قطاع غزة بشكل خاص والامتناء عن إشعال الحرب في المنطقة الشمالية مع حزب الله وإن كان لديها معضلة في الشمال وفي الجنوب اسمها عودة المستوطنين إلى تلك المناطق يرفضون شمالا وجنوبا العودة طالما أن الواقع الأمني لم يتغير دراماتيكيا وبالتالي هذا ما يشغل إسرائيل الآن حتى اللحظة شكرا جزيلا لك على كل هذه التفصيلات من حدود قطاع غزة مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي